السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر الظاهر الطالب من جامعة أملك فيصف الأحساء كيف حال أخطار علوم؟ إن شاء الله جميعا يكونوا بخير إن شاء الله اليوم ستكلم عن درس محاضرة للدكتور عارف اللي هي بعنوان همات بيسس أن بون مرو اللي سنعرفها بهذا الدرس بعيدا عن موضوع عن نسب الخلايا الدم الحمراء والنسب حق النيوتروفيل واليوكيسايت ما ستكلم عنها لأنه ملمات باشرة ستكلم عن البروزيس وهي الأهمية لو فهمتوها تقييم خاص خلصهم بالدرس كيف وقدرنا نوصل لخلية دم حمراء تمام؟ وتمتلك الهيموغلوبين الخاص فيها جميل؟ خلية الدم الحمراء تمتلك هيموغلوبين خاص فيها فمن أهم العناصر نحتاج لها خلية دم حمراء هي أن يكون عندها هيموغلوبين ممتاز وإذا تصنيع هيموغلوبين ممتاز لازم نجيب عناصر هيموغلوبين ومن أهمها الآيرون أو الحديد فالفكرة في المحالة ستكلم عنها كيف قدرنا نوصل الحديد للخلية دم الحمراء عشان يصير عندها هيموغلوبين مستقل كامل متكامل وكيف قدرنا باستعمال هذا الآيرون أن نصنيع هيموغلوبين هذا ومي خلص وإن شاء الله يكون خلصها في مقطع هذا نقول بسم الله فيه طبعا أنا أخذ الآيرون من بره وأخذه من بره أعديه عبر من الإيسوفيقس عبر الستمك وهنا أخيرا عبر الديدنم رح ناخذ مثلا الآيرون من الخضار ولما ناخذ الآيرون من الخضار تحديدا ناخذه بصفة يكون آيرون 3 بلس تمام؟ يوصل الآيرون هذا الديدنم نبغى نمتصها فأول خطوة جاءتها نمتصها ونوصل إلى مجرى الدم إلى البلد بيسلز والطريقة حق الامتصاص طب طبيعية تكون عبر خلايا الانتيروسائت اللي هي موجودة في الديدنم خلايا الانتيروسائت اللي في الديدنم ما تقدر تمتص الآيرون هذا وهو على صفة T بلس هيئة ما يسمح لها أن تمتصها فتقول لك بحول هيئة أول إلى F2 بلس واللي سوى العملية هذه حويل الـ 3 بلس للـ 2 بلس أني أنا لتنقصت Reduce Reduction هو أنزايم اسمه فيرس Reductase وعبارة عن Reductase Enzyme تمام؟ ولها اسم Reductase Enzyme هو اسم عام ولكن لما نكون باسم خاص اسم الانزايم هذا الديدنم اسمه الديدنم Cytochrome B وظيف الديدنم Cytochrome B اللي موجود على غساء الانتيروسايت هو تحويل FE3 إلى FE2 بلس ومن ثم تقدر خلية الانتيروسايت إنه تمتص لهذا FE2 بلس ورح تمتصها عبره بوتين أو اللي راح نسميه هذا الانتيروسايت وهي الانتيروسايت وهي الانتيروسايت مثل ترانسفريز ترانسفريز الناقلة راح تدخل لل FE2 بلس ويصير FE2 بلس موجود داخل خلية الانتيروسايت ومن ثم المشكلة في المشكلة في FE2 بلس أو في الآيرون هذا إذا وجد 2 بلس كده وداخل خلية يعتبر توكسيك ما ينفع تمام فعشان توكسيك راح ما نبغي نشيل مفعول التوكسيستي حقتها هذه راح نلحمه في بروتين موجود موجود داخل خلية الانتيروسايت وبروتين اسمه إيبوفيريتين 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 الإيبوفيريتين راح يلتحم مع الآيرون 2 بلس هذا عشان يقلم من أو يشير التوكسيستي حقتها يقلم من خطواتها فلما يلتحموه مع بعض سوف يكونلول having thresholdogen المركب يخرجون الابر اسمه كل ما داخل الخلية مركب واحد عبارة على إيبوفيريتين زائد الحديد اللي في بي لصاننا مع بعض نطليهم اسم الـ الـ هذا عبارة عن فريتين معارون ايبوفيريتين مكايرون لما نجمع فريتين مرة كثير يعني نجمع من ذول الاثنين لمرة كثير داخل خلية، هذا حديد 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 تصيروا كلهم كمجموعة واحد اسمهم هيميسيدرين هيميسيدرين هي عبارة عن مجموعة من الفريتن داخل خلية جميل؟ ولكن هذا مجرى يعني ممكن اللي يصير لما الآيرون يدخل يشبك مع الإبيفريتن وبعدين يسوون لي فريتن وفريتن يتكونون مع بعض كثير أو ممكن ماء الفريتن لما الآيرون يدخل عادي ويلتحم مع إبيفريتن وكولي فريتن هؤلاء الآن صاروا فريتن ليس شرط يروح يقول لي هيميسيدرين ممكن يطلع لبرة خلاص يطلع لبرة لمجرى الدم جميل؟ ويطلع لبرة لمجرى الدم عبر قناة جميل؟ واسم القناة هذه فريتن 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 يجي يطلع يخش مجرى الدم ولكن خلال خروجه يقول لكم أن الإيرون انتفقنا على حاجة فريتن هو كان في اليوم من هنا F3 ثري بلس وحولناه إلى توبلس صح؟ ولما صانيه إلى توبلس طيب الحين داخل خلية توبلس نبغى نطلعه نبغى نرجعه مرة ثانية لثري بلس شلون؟ رح يكون في جنب القناة هذه زي الإنزان تمام؟ اسمه هيفستن هيفستن هذا وظيفته أنه خلال فريتن اللي عبارة عن إب بروتين مع آيرون توبلس اللي صار اسمهم فريتن خلال خروجهم عبر الفريبورتن رح يعطي رح يحول الآيرون هذا إلى ثري بلس لما يحول إلى ثري بلس رح يطلعون لين مجرى الدم فيطلع الفريتن اللي هو عبارة عن إبي فريتن مع الآيرون الحقه ولكن هالمرة الآية سيكون ثري بلس لنتحول وهو مع بعضهم يسمونه رح يطلعون لمجرى الدم واللي حيصير وقتها الفري رح يفك فك ولكن الفري ثري بلس هذا الحين مصيبة إذا فك برضه تكسيستي فيقول لك نشبك مع إنزائم آخر اسمه ترانسفيرن الترانسفيرن هذا وهذا رح يودي الفري ثري بلس ويوديها لين اللي بر هنا اللي بر هتستقبل هذا الترانسفيرن حاملا مع الآيرون ثري بلس استقبلته هذا الترانسفيرن وهذا الآيرون ثري بلس ومن ثم توديه للنخاع العظمي أو البونميرو هنا هيكون دعني أمسك في الراهن جميل؟ بس طيب طبعا رح يروح عبر بعد قناة رح يعدي من الليفر هنا عبر قناة ما لكم منها هيعدي هنا فصار الحين الآيرون موجود هنا بالحالة خلاص صار بالحالة جميل كذا وصلنا آيرون النقاع العظمي طيب النقطة اللي بوضحها اتفقنا أن الموتين أو الحين اللي مره مهمة في نقل الفيريتين إلى مجرى الدم هي هذه الحين اللي اسمها الفيري بورتين طيب الفيري بورتين لو كانت زيادة وكانت مفتوحة وكانت زيادة معناها حتنقلي زيادة كانت قليلة معناها ما حتنقلي لبرا اللي يتحكم في كثافة الفيري بورتين تزيد أو تنقص مادة تصنعها اللي بر اسمها هبسيدين الهبسيدين هذا وظيفتها كلما زاد كلما قلل فيري بورتين كلما قلل فيري بورتين كلما قلل خروج الآيرون تمام؟ كلما قلل الآيرون في الدم ولو نقص حياطي مجال أكثر للفيري بورتين أنه يظهر فالفيري بورتين تزيد معناها تزيد نقل للآيرون فيزيد عندي آيرون في الدم أو السيروم آيرون بس كده فالهبسين جدا مهم بس هذا كإضافة طيب بعد هذا كله وصلنا الآيرون左ين هنا أيش العملية اللي بعدها يا أ Значит العملية اللي بعدها خلاص وصلنا الآيرون الآن أنا أبغى أصنع خليه الدم حمراء فيها lehmioglobin Enni Stone خلصنا كيف وصلنا الآيرون نشوف ما بعض طيب خليه الدم الحمراء خرأة نفسكم شكلنا أحسن خلأة نقولها داخل نقع العظمي النقع العظمي وصلنا على poضر اللي حيصير إن خلية الدم الحمراء بدايتها خلية دم سيمسل زي أي خلية في الجسم واسم خلية السيمسل هذه اللي بلوري بوتينت تمام اسمها اللي بوتينت جميل، اللي بوتينت هذه هتتحول إلى خلية اسمها مايلويد وإلى خلية أخرى اسمها الليمفويد الليمفويد هتون هتحولون بي والتينوموسايد المايلويد الذين سيتحولون إلى خلايا دم حمراء سيتحولون إلى أولاً صفاحة دموية اليوكوسايت وإلى خلايا دم حمراء نريد أن نتبع مجرى خلايا الدم الحمراء كيف سيصير اللي سيصير خلية المايلويد ستتحول لخلية بعدها وتكون هذه الخلية لبعدها قلني أضعها أكد الملمات فخلية المايلويد هي أول مرحلة لتصنيع خلايا الدم بشكل عام ولكن لها ثلاث مسارات مرحل رحمة خلايا الدم الحمراء فعشان تتحول لخلية دم بيضاء تتحول لخلية معينة لأسم معينة لصفاحة أسم معين ولخلية دم حمراء أسم معينة ولأسمة البرو إريثرو بلاست البرو بداية دام أي عملية نقول لها بداية برو برو إريثرو بلاست تمام وكذا سيكون في شكلها البرو إريثرو بلاست ستبدأ تصنيع الآن نحن اتفقنا خلايا الدم الحمراء هي أول مرة تصنيع خلايا الدم الحمراء صح؟ وخلايا الدم الحمراء تمتلك إيش؟ هموغلوبين داخلها صح؟ والهموغلوبين عبارة عن فيه بروتينات وفيه أشياء ومرة مهمة ففي العملية هذه ستبدأ خلايا البرو إريثرو ستصنيع بروتينات داخلها فعشان تصنيع بروتينات داخلها سيزيد فيها عذن الريبوزومات فلما يزيد علي الريبوزومات هذه راح تتحول إلى النوع اللي بعدها أو المرحلة اللي بعدها من الخلايا الدم الحمراء اللي اسمها البيزوفيل إريثروبلاست ليش بيزوفيل؟ لأن الريبوزوم فيها مرة كثير والريبوزوم تحت المايكتسكوبي يعطينا اللون الأزرق عشان كي لقوا عنها البيزوفيل ممتاز؟ طيب وبعدها الريبوزوم صار موجود وصارت المرحلة اللي بعدها اسمها البيزوفيل إريثروبلاست راح تتحول خلية لمرحلة بعدها أخرى اسمها والبولي كروماتو في الإريثوبلاست إيش يعني ببولي كروماتو في الإريثوبلاست؟ معناها إن بولي معناها متعدد تمام؟ طيب كروماتو نسبة أو إشارة إلى الهيمقلوبين إيش الفكرة أني أنا كثبت ريبوزوم هنا في البيزوفيل إريثوبلاست؟ أني عشان أصنيع هيمقلوبينات صح؟ فنبدأ هنا في المرحلة نبدأ هنا نصنيع هيمقلوبينات صح؟ إلي من وصل مرحلة هنا في تصنيع الهيمقلوبينات ولكن لا زال في عندي طيبوزومات فبولي متعدد بولي للتعدد وكروماتيك إشارة أو نسبة إلى الهيمقلوبينات فنطلق عليها بولي كروماتيك إريثروبلاست طيب المرحلة اللي بعدها المرحلة اللي بعدها خلاص هيمقلوبينات غير موجودة بلت الريبوزوم تختلف أو تختفي وتتحول إلى مرحلة اسمها الأورثو كروماتيك إريثروبلاست أورثو كروماتيك إريثروبلاست معناها يقولك أن أورثو كروماتيك يعنيها صار نسبة لكروموزوم مرة عالية أو ليس كروموزوم سوري الهيمقلوبين تمام؟ وأخيرا في المرحلة هذه في المرحلة الأورثو كروماتيك إريثروبلاست اللي حيصير أن شفتم من النيوكلياس طبيعي أي استمثل يقل النيوكلياس النيوكلياس هتكون مرة صغيرة وتضطر أن الخلية هذه تطلع نيوكلياس حقتها لبرة ما أبواها زيادة شفت المتكون دريا راح نطلعها بعد لبرة وليرق ان يطلع نيوكلياس لبرة يتحول الخليط لخلية اسمها Reticlocyte ستذهب إلى مجرى الدم وهناك Reticlocyte تم موجوده بعد العبارة عن خلية لا توجد أي نيوكليس وما فيها ريبيزوم قد يكون هناك بعض بقايا RNA قد يكون فيها بعض بقايا الـ RNA موجودة بجرد بقايا ومن ثم ستصير نظيفة من الداخل وهي خليف الدم الحمراء أو الـ الفكرة اللاحظة أن خلايا الدم الحمراء ما فيها ميتوكوندريا لأن أولي الـ اليتوكوندريا طلعت طلعتها من قبل تمام؟ طلعت لميتوكوندريا لماذا؟ لأن وضيفة الدم الحمراء الأساسية هي تنقل أكسجين لو خليه الدم الحمراء عندها ميتوكوندريا وما تركيني 100% محجف أكسجين وتخليه حتى أكلها حتى أضم حتى نعملها طاقة على طول عشان كذا سبحان الله ربي حتميز أن خليه الدم الحمراء هي الخليه الوحيدة اللي ما فيها ميتوكوندريا عشان تكون مضرّة وضيفتها أن تمتلك الأكسجين هذا تقدر تنقلها تمام؟ طيب طيب يا عمر كيف تم؟ أنا الحين قلت لكم أن اللي صار عندي خليه الدم حمراء فاضية من الميتوكوندريا وفاضية من الـ ولكن مليانة باللي هم مقلوبين هذا لأننا نحن نصنع أول شيء ريبوزومت عشان تصنع هم مقلوبين وعلى أن يزيد الهم مقلوبين وأساسا التسمية كانت بناءا على زيادة الهم مقلوبين أو زيادة الريبوزومات معنى هذه خليه مليانة بالهم مقلوبين طيب السؤال هو ما يعمل الهم مقلوبين؟ كيف طلع؟ هنا نجي لعملية كيف تم تصنيع الهم مقلوبين رحصنا على الكلام هذا خلال تطور خلية الدم الحمراء اللي رح يصير في المرحلة هنا تقريبا إن الـ هيدخل هنا إن إحنا جبناه من أول هنا تمام؟ هيدخل في العملية هذه عشان إحنا الفكرة في المرحلة هذه بدأت الريبوزومات ستصنيع هم مقلوبين فالآن نحتاج الـ عشان يشبك مع الهم مقلوبين عشان يؤدي مظيفته طيب كيف صار يا عمر؟ وكيف صارت العملية هذه كماما؟ بالضبط نشوفها مع بعض اللي رح سأسوي كالتالي أخذنا المرحلة الثانية اللي هو بيزوفيلك الريثروبلاس صح؟ بلد البيزوفيلك الريثروبلاس تصنيع الهم مقلوبينات صح؟ طيب نشوف كيف بلد تصنيع الهم مقلوبينات هذه نأخذ هنا واحدة ونكبرها كيف ستصنيع الهم مقلوبينات هذه الخنية؟ أول حاجة باستخدام الكريب سايكل الكريب سايكل اللي تصنيع منها طاقة والكلام هذي كله كأحد المحتويات اللي تصنيع في الكريب سايكل هي ساكسينل أسد أو ساكسينل سوئة ساكسينل ساكسينل كوئة تمام؟ الساكسينل كوئة هذا رح نأخذ منه اثنين طلع من الكريب سايكل أضيف عليهم ثوغلايسين ذول يطلعون لي مادة اسمها البيرون البيرون هذا بجيب منه أربع مع بعض يعني بجيب شوفتم نفس العملية هذه صرت مرة مرتين ثلاثة أربعة والناتج الأربع بيرون ذولي رح يشوفكم مع بعض الأربع بيرون مع بعض ذولي رح يعطون لي مادة اسمها بروتوفرن فور بروتوفرن بروتوفرن فور بروتوفرن فور هذا البروتوفرن فور هنا رح يجي الآير اللي أنا ضفته شوفوا يجي هنا تمام؟ يجي يشبك مع البروتوفرن فور مجرد أن يشبك مع البروتوفرن فور حيطلع لي مجموعة هيم ومجموعة هيم ما تكون مستقلة تكون ما حايش فورتينات فنضيف عليها بولي بيبتايد وأي بولي بيبتايد اللي هم الألفة والبيتا غلوبين بولي بيبتايد فيتكون عندي هيميقلوبين ليه؟ لأنه عندي آيرون كون لي هيم والهيم هذا فيه آيرون وقطع هيم نفسها وفيه البولي بيبتايد سوى لي هيميقلوبين جميل وإلى هنا خلاص كذا أنا قدرت أتكون هيميقلوبين خلال مرحلة بس إلا هنا خلاص بس الله يعطيكم عافية إن شاء الله أتمنكم السفد طبعا